السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد ويعني قراءة سريعة الحقيقة بخصوص التطورات المتسارعة في سوريا ولكن طبعا أن الأخبار في سوريا تحظى باهتمام كبير مع تقدم المعارضة السورية فصائل المعارضة المدعومة تركيا على الأرض في سوريا وإقترابها من السيطرة على مدينة حماء الاستراتيجية ساعات قليلة تفصل المعارضة حسب هذا النصق الحالي على السيطرة على مدينة حماء أو تطويقها من كل الجهات نشوفوا هذه الخارطة التي توضح التقدم ويبدو أن قوات المعارضة السورية تعتمد أسلوب الكماشة وتريد أن تضيق الخناق على القوات السورية من كل الاتجاهات الحقيقة طبعا بغض النظر عن التطورات الميدانية في سؤال في سؤال أفكر فيه يعني صراحة بعيدا عن مواقفنا الشخصية بعيدا عن طبعا أنا عارف 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 إن الكثير منكم الآن يعني زعلنين ليش أنا أقول أني أرفض الوقوف مع النظام السوري هذه أنا قلت شرحت كثيرا أني مسألة مبدئية أنا مع تحرر الشعوب من قبضة الحاكم المستبد يعني تخيل أنت اللي تشاهد فيه الآن أنك تكون في منزلك وتتحدث مثلا على أسعار المواد الغذائية وتكون خايف ليسمعك النظام أو تتحدث على شيء وتكون خايف ليسمعك النظام ويقوم بسجنك فهل هذه الحياة يعني صراحة فانا صراحة مع تحرر الشعوب من الأنظمة الاستبدادية وأعتقد أنه لا يقدر أي أحد فيكم أن يخالفني الرأي بأنه النظام السوري هو نظام استبدادي ويراثي كان يعني حافظ الأسد حكم سوريا بعدين جاء ابنه بشار الأسد وهل ينوي مثلا بشار الأسد أن يورث ابنه حافظ الأسد للحكم يعني عائلة الأسد عندها خمسين سنة تحكم في سوريا فالحقيقة أنا شخصيا ليس مساندة للجماعات اللي نرفض جميعا وجودها ولكن مساندة للشعب السوري وتطلعات الشعب السوري بعيدا عن تضليل السائد والمنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن قطع خطوط الأمداد وكل هذا الكلام الفاضي اللي ملوش حتى معنا النظام السوري لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الكيان الصهيوني طيلة سنة كاملة من العدوى الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إذن تحدثوا على محول المقاومة طيب مشروعية محول المقاومة هو في مواجهة الكيان الصهيوني مواجهة شاملة ولا يقول أنه أكبر خطأ استراتيجي لمحول المقاومة هو عدم الدخول في هذه المعركة بقوة يدخلون في معركة سوريا بقوة مساردة للنظام ولكن في معركة غزة والمعركة الحقيقية ضد العدوى الصهيوني هناك معركة إسناد إلا استثناء صنعات تقدم أو قدمت ما عليها والحزب دخل مجبرا حتى أن الشيخ نعيم قاسم قال احنا لم نكن نريد الحرب ولكن دخلناها لرد العدوان فحقيقة أنا أقول لكم شيء أنه المحور خسر فرصة استراتيجية ليدافع عن نفسه أولا وعن قضية الأمة لو دخل المحور بكل ثقة له ولو دخلت سوريا لكتسب حتى النظام شرعي على المستوى الشعبي بأنه يقاوم النظام ولما حظيت الحقيقة فصائل معارضة بأي دعم وهذا هو الواقع يعني لا يمكن أن ننكره وهذا هو الواقع ولكن مع الأسف النظام السوري وجد في السعودي وفي الإمارات حلفاء ارتمى في أحضارهم حتى أنه كان يفكر وكان يخطط للتخلص من النفوذ الإيراني لأنه النظام السوري لا يحكم في شيء يعني فيه نفوذ روسي نفوذ إيراني ونفوذ تركي في الشمال نفوذ روسي نفوذ إيراني وفي الأكراد والنظام السوري يحكم فقط في قصر الشعب الجمهوري بس يعني عشان تكون واضحين وتكون نصورة واضحة ويعني النظام السوري كان يتواصل مع الإماراتيين وكان ينوي التخلص من النفوذ الإيراني ومن كان يريد قطع خطوط الأمداد هو النظام السوري اللي أنا حسب رأي كان يسرب المعلومات والأحداثيات للكيان الصيوني لقصف مواقع الحزب في سوريا وكذلك مواقع الإيرانيين لكن في سؤال محير أمام هذا التسارع في تقدم الفصائل المعارضة هناك انهيار حقيقي أنتم تعرفوا أنه لو تابعوا الأخبار أن جيش نظام السوري أفراد الجيش السوري الضباط يتركون خلفهم منظومات دفاعية روسية منظومات متطورة قادرة على إسقاط الطائرات الحربية يخلفون وراءهم راجمات سوريخ مضخرة ما الذي يحدث؟ يعني تراجع رهيب وتقدم متسارع لقوات المعارض طيب السؤال المطروح هو أين حليف بشار الأسد؟ أين الإيراني؟ وأين الروسي؟ أحنا سمعنا أخبار الآن الحقيقة حول هناك تقارير تشير أنه يعني روسيا تقوم بسحب أسطولها البحري من سوريا مع تقدم المعارضة هذا تقارير لمعهد الحرب الأمريكي واللي أرفقه طبعا بمجموعة من صور أكمار الإصطناعية التي تفيد بخروج الفرقتات السورية من ميناء تورتوس هذه طبعا صورة سابقة ولكن هذه الصورة بعدين يوم 1 ديسمبر تثبت أن هذه الفرقتات غادرت ميناء تورتوس ويبدو أن روسيا تريد أن تسحبها إلى روسيا إلى بلدها طبعا فالواضح أيضا كذلك أن تدخل الروسي لم يكن مثل التدخل السابق التدخل الروسي عبر الطيران الحربي لم يكن مثل التدخل السابق تعرفوا أنتم في المعركة في 2012 2013 2014 إلى غيرها من تلك السنوات كان هناك تدخل روسي كبير جدا تدخل إيراني على الأرض من خلال قوات حزب الله من خلال الفصائل العراقية ولكن الآن الأخبار تفيد أنه إلى الآن الفصائل العراقية لم تدخل إلى الأراضي السورية الحزب طبعا يقول اللي فيهم كفيني أنا لا أستطيع أن أرسل مقاتلين إلى السوريا وإيران هددت وقالت أنه إذا النظام السوري طلب منها إرسال قوات فإنها ستدرس إرسال القوات هذا حسب تصريح وزير الخارجية عباس عرق ولكن أنا طبعا كما عودتم يعني أنا بعيدا عن حملات التضليل والتشويه وطبعا التعليقات اللي راح تسيبني وكذا أنا سأعطيكم التحليل الواقعي بعيدا عن الدمغجة الدمغجة لأنه مع الأسف مع الأسف الحركات الدينية سواء إخوان سواء الحركات الدينية الأخرى أنت بتعرفوهم بالنسبة لهم لا يرون إلا ما يرى تراجع معتهم لا يرون إلا ما يرى القائد لا يرون إلا ما يرى المرشد وأنا عندي تفكير وأفكر يعني في مصاري الأحداث ولا يمكن أن تؤثر فيها هذه الحملات ولا الضغط ولا اللي هددني يقول يا حسام احنا لن نتابعك مستقبلا لأنك لم تؤيد النظام السوري اللي يقترف مجازر ضد شعبه لا أبدا أنا لا أهدد حتى ولو يعني خسرت مائة ألف مشترك فكلمة الحق هي الباقية الحقيقة والتي ستبقى في صحيفة أعمالي على كل لا أتحدث عن نفسي كثيرا ولكن مضطر أني ندافع عن نفسي أمام الحملات الحقيقة التي تخاض ضدي سواء في التويتر أو هنا على كل قلت الإيراني لم يتدخل بقوة الروسي لم يتدخل بقوة خلينا نسألكم ليش الروسي لم يتدخل بقوة طبعا الروسي عنده أوكرانيا يواجه تحديات كبرى ولكن في نفس الوقت وبعيدا عن العاطفة في شيء لابد أن نعرفه أنه بالنسبة لروسيا المسألة السورية طالت وأنها لم تعد تستطيع تحمل النظام أكثر وأنها روسيا يعني أصبحت يعني رافضة لما يقوم به النظام السوري من خلال رفضه للتحاور مع تركيا تركيا ماذا قالت؟ تركيا قالت أنا نريد أن نطبق مسار أستانا خفض التصعيد والذي هو ينص هذا المسار أيضا على وجود دستور جديد على وجود مسار موثوق لإنهاء العزمة السورية وانتخاباته إلى غير ذلك طيب النظام السوري يقول لك أنا أرف طيب تركيا تقول لك أنا عندي خمسة مليون لاجئة وأنا عندي أوضاع اقتصادية صعبة جدا وأنا أريد أن أعيد هؤلاء اللاجئين إلى سوريا ولكن أنه يكون في ظروف أمنية قادرة تستوعبهم مش اللاجئين يعودوا ونظام يقوم بحبسهم ووضعهم في السجون يعني كلام منطق نتحدثه ولكن بشار الأسد وبيعاز إماراتي طبعا اللي يدافعوا على بشار الأسد أنتم الآن تدافعوا على سياسة الإمارات وسياسة السعودية حذروا عشان تكونوا عشان تارفوا وين تسيروا عشان تقولوا إحنا بصيرة وعنا لازم يكونوا عنا بصيرة ورؤية الحق ومصر الحق آه الإمارات المتصاينة المطبعة داعمة بكل ثقلها لبشار الأسد الإمارات تقول لك أنا اليوم أرفض تحاور بشار الأسد مع تركيا تركيا تقول لك أنا أريد أن نتحاور مع بشار الأسد عشان نعمل مصار لإنهاء الوضع في سوريا لأنه يؤثر على الأمن القومي التركي وهو صراحة مؤثر يعني على كل المنطقة اليوم الإنقسام الحاصل في سوريا مؤثر على كل المنطقة ولكن بشار بإعاز إماراتي يرفض هذا إيران مصلحتها أيضا عندها مصالح صحيح أنه عندها مصلحة استراتيجية ونفوذ استراتيجي في سوريا وهذا النفوذ سيبقى أنا أقول لكم هذا النفوذ سيبقى وروسيا كذلك نفوذها سيبقى ولكن إيران تريد أن يعني بعدم تحركها هذه القراءة تريد أن تضغط على بشار الأسد لكي يقبل بمصار المفاوضات وبالتالي قبل أن تتقدم المعارضة أكثر لأنه ربما تخرج الأمور على السيطرة صح؟ مع التقدم في حماة وبعدين حمص إذا سقطت حماة ستسقط حمص وتصبح دمشق على مرمى حجر إيران على الأرض ترسل قيادات ترسل في الحراس الثوري ولكن أيضا تعرف أنه موضوع المفاوضات هو الفيصل حقيقة في الملف السوري ولا يمكن أن يتم حسم الأمور عسكرية لأنه لو دخلت إيران بكل قوتها وثقالها ستدخل تركيا بكل ثقالها وقوتها في نهاية الآمن روسيا تقول لك أنا عندي مصالح مع تركيا أيضا لا أريد أن أخسر هذه المصالح مع تركيا إذن الواضح أنه مع التقدم المتسارع في رغبة في الضغط على النظام السوري لكي يقبل بالمفاوضات وأيضا في اجتماع مرتقب في الأيام القليلة المقبلة في الدوحة لمناقشة الملف السوري ومسار أستانا ويجمع هذا الاجتماع روسيا وتركيا وإيرانا أنا شخصيا آمل بكل وضوح آمل أنه أن يتوفق المجتمعون لإيجاد حل يحفظ حقوق الشعب السوري بعيدا عن الوصاية الخارجية يا أخي توافقوا وخرجوا من سوريا وخلوا سوريا للسوريين كون فيه انتخابات مصار ديمقراطي يعطي الحق للسوري بعيدا عن النصرة بعيدا عن الجولاني بعيدا عن النظام بشار وغيرا يعطي الحق للسوريين لاختيار من يحكمهم يعني طبعا كتابة دستور جديد يجعل سوريا تبقى موحدة ويلملم الجراح ويكون هناك إعادة أعمال وغير ذلك ما يحصل في سوريا جمعات الخير والله أزمة إنسانية كبيرة جدا كبيرة جدا ومن المعيب صراحة أنه ندعم نظام إجرامي وكذلك أنا أحظكم أقولكم لا لن ندعم ولن نقبل بدعم الإرهابيين وعلى فكرة يعني النصرة هذه كلها حديث فارغ انتهت وأنا اعتقادي استراتيجيا من الذي جاوبوني أنتم من استفاد من وجود النصرة في سوريا قولوا لي أنتم هل المعارضة استفادت هل الشعب السوري استفاد لا قطعا لا النظام السوري هو الذي استفاد إيران هي التي استفادت لأنه كان في مشروعية عند الحديث عن وجود جماعات إرهابية في مشروعية واضحة أنه هذه الجماعات هي التي ساهمت في الإنقلاب على ما صارت الثور والحمد لله هذه الجماعات لم تعد موجودة من يقود العمليات العسكرية حقيقة قلوا لي جولاني كان في النصرة طيب الرجل يعني ترك استقال من تلك الهيئة والآن في هيئة عمليات عسكرية تجمع فصال تجمع أيضا الجيش الحر السوري اللي ينشق على بشار الأسد هل الجيش الحر السوري ضمن النصرة لا تلي في اليوم قيادات ميدانية في قيادات سياسية تحرك وأنا لا أريد أن أقنعكم بموضوع المعارضة كل له الحق في رؤية ما يحدث ولكن بالنسبة لي أعتقد أن الحل أنه يجب أن يكون هناك مفاوضات لوقف نزيف الدم وحل يحفظ دور سوريا المقاوم وحل يحفظ حقوق الشعب السوري وحل يحفظ وحدة سوريا هذا ما حقيقة ما أسانده وما أرى أنه يجب أن يطبق بعيدا طبعا عن التدخل الخارجي سوى من يعني دول تدعم المعارضة أو دول تدعم يعني النظام السوري هذا بصريح العبارة فتطورات متسارعة والأعين تنظر إلى اجتماع الدوحة المرتقب واللي نأمل أنه يحدث فيه تطور مهم جدا يوقف نزيف الدم ولكن بشرط أن يقبل النظام السوري وأنا أعتقد أنه النظام السوري ليس لديه أي خيار مع يعني تراجع الدعم الروسي ومع تراجع الدعم الإيراني شكرا لكم على الاستماع هذا رأي نمكن أن لا تقبلوه هذه وجهة نظر كما أساند مظلومية غزة أساند مظلومية سوريا بمنطلق حقوقي بمنطلق إيماني بمنطلق قرآني أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يعني يعني لا يمكن الله سبحانه وتعالى أنه يحثنا على أن نساند الظالمين في أي مكان أو أي زمان شكرا لكم وإلى اللقاء